اشتركوا في القناة المذكرات الناقد والباحث الأكاديمي والناشط السياسي والمفكر الكبير إدوارد سعيد طبعا اسم غني عن التعريف حبيت أنه أقدم هاد الكتاب لأنه خاص يعني له خصوصية غير عن كتب إدوارد سعيد المتعلقة بالفكر والسياسة والاستشراق تحديدا نعم لأنه بيحكي عن الجانب الإنساني في شخصية إدوارد سعيد نعم إدوارد سعيد في 1991 عرف أنه مصاب بسرطان الدم نعم من هون بلش ألحط الحاجة عنده أنه يكتب المرحلة الأولى من حياته نعم سنوات الطفولة وسنوات الشباب هذه المرحلة ولادته في القدس ونشأته في القدس وشبابه في القاهرة وتنقلوا بين مصر وبين لبنان أمه فلسطينية لبنانية فكان يقدس الصيف بلبنان فكان طفولته عبارة عن حركة متنقلة نعم 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 أكتب نعم نعم المرء به لطبيب نفسي قدمه صادق وصدق مو مسألة سهلة انه الواحد يكشف حياته بهذه البساطة للعموم ادي ايضا هاد نوعية الكتب السيرة الذاتية بتحظى بشعبية عند الاشخاص العاديين وعند الكتاب والأدباء في ناس بتحب تقرأ سيرة ذاتية كاملة بالتأكيد لانه السيرة الذاتية هي بتقدم مش بس سيرة الكاتب او الشخص اللي كاتب مش بضروري يكون كاتب ويكون عنده سياسي او عنده اهتمامات معينة او شخصية عامة فحياته مش حياة خاصة هي ابتداء حياة عامة مشتبكة بالواقع المحيط فلما تقرأي مذكرات ادوارد سعيد انت بتقرأي تاريخ المنطقة بتقرأي بتعرفي بتطلي على تفاصيل هزيمة العرب بال48 على سقوط القدس بايد الصهاينة على الواقع الاجتماعي والسياسي اللي كان على مثلا الاحداث السياسية الجسيمة في مصر يعني في جانب توثيقي للمراحل التاريخية اللي كانت موجودة يعني لما تقول مذكرات معناته انا بكتب شو صار معي هلا المهم في كتاب ادوارد سعيد هاي الاطلالة او هاي الصورة الواضحة كتير عن المحزن الحقيقة عن علاقته بامه يعني ادي هاي العلاقة الملتبسة طبعا هو ادوارد سعيد نشأ برجوازية وابن رأس مالي كبير كان تاجر بالأعمال القرطاصية والمطبوعات والدته امرأة على درجة عالي من الثقافة عام نحكي بال1935 لما هو ولد أمه خريجة الجامعة الأمريكية في بيروت فبديك تتخيل النشأة اللي نشأها نشأها في ثقافة عالية وطبعا هي ثقافة غربية بالعموم انتبه فيما بعد ادوارد سعيد لقضايا المنطقة وصار عنده فضول يتعرف على منطقته الأم بس ما قدي بتفضلي سيرة ذاتية يكون فيها عنصر الصدق زي ما ذكرتي انه هو فعلا كان صادق مع نفسه وكان قاعد بيعبر عن اللي كان عم بتعاني المنطقة وعن نفسه وكتير من الأمور قدي مهم عنصر الصدق في السيرة الذاتية وكيف انت ككاتبة بتعرف انه فعلا في عنصر موجود في وضوح هلأ القارئ ذكي والمتلقي عموما بحس بالكاتب اذا كان ذكي اذا كان صادق اذا كان مدعي حساسية ادوارد طبعا الشخصية يعني صعب الواحد يحكي عنها بعجالة شخص من الصدق والاستقامة والنزاهة والحس العدالة يعني انسان نزيه بشكل صعب حتى الصدق كان عالي جدا حتى انا مثلا صورة الاب ما حبيته ابدا يعني كتب عن والده بحب يعني الاب كان هذا الشخص المتسلط والمحب بنفس الوقت يعني فيه علاقة مشاعر هيكي مختلطة متناقضة احيانا فيه حب فيه صرامة يعني هو ربي في جوتق بشبه العسكري يعني نعم بانه لازم يتعلم بساعات معينة يتعلم موسيقى كمان الثقافة الدينية كانت مهمة واللافت في موضوع المذكرات انه عائلة ادوارد سعيد نفسها ما كانت معنية بالشأن السياسي رغم انه يعني الاحداث الجسيمة اللي حصلت في انا ذاك ما كانت معنية فيها الا بمقدار ما عم بتأثر على مصالحها التجارية وعلى الاوضاعها نعم ايضا ادي هالكتاب بالتحديد حظى بشعبية عندي كتير من الاشخاص انه كتير من الناس فعلا قادرة على قراءة هالكتاب والاستمتاع فيه من اوله لا اخره هلأ الكتاب طبعا لا قصده كبير وتناوله مئات الدراسات والمقالات حتى افلام عملت على ضوء هاي المذكرات افلام وثائقية لانه مش صيرة عادية وادوارد سعيد مو شخص عادي ادوارد سعيد حكى عنه احد النقاد انه هذا الرجل بمفرده تخيلي استطاع انه يثبت قضية بلاده على خارطة العالم شخص بمفرده فطبعا هو مفكر كبير معني كتير بقضايا للمستضعفين في الارض معني بان طبق البرجوازين وهي هالمفارقة بشخصيته هو شخص تربع على يعني تخيلي مثلا هو عمره مثلا 12 سنة كان يجلسوا امه يقرأوا شكسبير يعدوا مسرحية هاملت يعني يروح يحضر اوبرا يلعب بيانو يعني الحقيقة كان عايش في عزلة برجوازية حتى العائلة نفسها ما كانت كتير مشتبكة مع مجتمع فلسطين أو حتى مجتمع يعني دائما عاشوا في عزلة اظن انها كانت مقصودة واثرت كتير يعني بتحسي هاي نبرة الأسا نبرة الأسا يعني في حزن يعني حزنت وفرحت وأنا بقرأ المذكرة تطرق بكتابه لمعاناته بالمرحلة الأخيرة من مرضه كيف كان عم بيكافح لحتى يظل موجود ويواجه المرض لأنه هاي من أصعب الأمور هو انطلق من مرضه لا يكتب أنا بعتقد أنه كتابة هاي المذكرات على الأقل أعطته خمس سنين هي مدة كتاب دافعية لحتى يعيش هو بالأربعة وتسعين بلاش يكتب مذكراته ورجع وعمل زيارات كتير لفلسطين وللقاهرة بمحاولة لاستعاد هذا الزمن اللي هو بيحكي أنه هذا الزمن لن يعود لكن هو المرض أعطاه الذريعة بجوز أو فجر عنده هاي الرغبة في العودة إلى الذات لأنه ذاته كانت مشضى طبعا هو تشضي ذات عند الهوية عند إدوارد سعيد يعني أنتجت كل هذا الإبداع الفكري والفني والإنساني أداء أيضا الحرية الشعرات اللي كان يرفعها الحرية لشعب الفلسطيني حقوق الشعب الفلسطيني المعاناة أيضا اللي ذكرها بكتابه دي فعلا كانت مهمة وضرورية لحتى يظل يطالب ويظل يكتب أيضا بها الأمور طبعا يعني إدوارد سعيد يعني ظاهرة إن شاء الله بتتكرر ما بعرف إذا ممكن تتكرر لأنه يعني ما بينطلق من عصبية أو من عنصرية يعني هو بينطلق من فكر معتدل وفكر إنساني فطبعا هو يعني حمل على عاتقه القضية الفلسطينية ودفع أسمان كبيرة من أجل هذا الهم اللي حمله يعني لآخر يوم في حياتك دائما هذا السؤال المعتاد شو هي الأمور اللي أثارت حزنك بالكتاب أو مثلا كان عندك عليها شوية يعني جدل نوعا ما أنا أشوفي أنا الكتاب يعني كثير فرجاني جوانب من إدوارد سعيد أنا ما بعرفها كنت بقرأ هيك شوي أحيانا بالقضايا الفكرية يعني ثقافة الموسيقية الغربية هو طبعا عازف فيانو محترف أحزنت لما حكى عن الموسيقى الشرقية موقفه من الموسيقى الشرقية ما حسب يعني كتب مثلا كتب قصة أنه حضر حفلي لأم كلثوم وقدش كانت مثيرة للخيبة بالنسبة إله وهي أم كلثوم وهي أم كلثوم يعني بالنسبة إلنا شي مهم أنا واحد من أحلام حياتي كان أسمع أم كلثوم أو أشوفها لكن طبعا هي مسألة ذائقة هو قال إنه يعني حكى عن الموسيقى الشرقية كأنه بتغيب سبب الإطالة مثل ما بتعرفين نعم إنه جد ساعة بالنسبة إلو لثقافته الغربية شي مش مقبول بجوز هون تمنيت لو أنه لو أتيح له مثلا يدخل أكتر في الموسيقى الشرقية يتعمق بجوز يكون غير رأي أو بجوز خلاص هو تربع لرمط معين من التربة موسيقيا بأصد نعم فيمكن ما يعني ما بيحب هاي النوعية من الموسيقى أدى أيضا في كتاب وأدوباء فعلا متأثرين بالخط الخاص والمنهج الخاص بإدوارد سعيد إدوارد سعيد أثر على جيل بأكمله نداء كثير من الدراسات وأطرحات الدكتوراه والنقاشات لفكره شخص جدلي إشكالي يعني إذا بتشوفي أي محاضرة لإله كأنك عم تحضري مثلا الأمسية شعرية لدرويش جماهير غفيرة يعني بيقاطعوه بالتصفيق أثر على شباب أثر على أجيال يعني مثل ما إلوا أعداء إلهم الأعداء الوحيدين بجوز اللي هن الصهاينة وأي حد في السلطة لأنه هو على النقيد من أي سلطة كان دائما فيه جملة بالكتاب يعني ما بتنسيها أبدا ست بسمة قرأتيها وفعلا هي مؤثرة ويعني بتدل على أداء إدوارد سعيد كان فعلا كاثب واش يعني الرهاف اللي الحزن هيك وحتى شوية دمعتي نزلت لما هو بعض رسالة لأمه المتوفى بعد ما عرف أنه مصاب بالكانسر يعني هاي فيها حالة عزلة كاملة وبعدين تكريس لعادي هو أنه دائما بتواصل مع أمه فكتب لها يعني كتب له شخص ميت فهاي كتير تواصل الروحي طبعا فيه كتير فيه كتير نقاط بالمذكرات بديك توقفي عندها بديك تأملي فيها هو بقيم يعني مثلا رجعني العالم القاهرة الأديم العهد الملكي لهاي التقوص الاجتماعية حتى الأكل حتى العادات الاجتماعية موقفه منها حالة التمرد كان ينطرد من المدارس دائما تخيلين لأنه يعني مع أنه تربى قلتي يعني تربى عسكرية طبعا هاي التربية الصارمة أدت أنه يطلع حالة التمرد والمشاكسة بالمدرسة ستباس منسور كاتبة أردنية شكرا كتير لحضورك معنا وأكيد الأسبوع الجاي رح يكون معنا كتاب جديد وكاتب وأديب جديد شكرا كتير إليك شكرا شكرا وشاهدين رح نتوقف مع فاصل ومكملين معكم جولتنا الصباحية